في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول الإطار الدستوري لانتخابات ديسمبر القادمة خاصة في ظل تعذر الوصول لقاعدة دستورية من قبل ملتقى الحوار أحال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى البعثة الأممية عقيلة قال في رسالة وجهها للبعثة تتضمن قانون الانتخابات إن البرلمان هو المجلس التشريعي الوحيد الذي من حقه إصدار القوانين دون مراجعة أي جهة أخرى مؤكدا استعداد المجلس لاعتماد القانون خلال أسبوع أو أسبوعين خطوة عقيلة هذه وصفها مجلس الدولة في بيانة رسمية بالأحادية محملا صالح عواقبها وما يترتب عليها بيان الأعلى للدولة دعا المحكمة العليا إلى ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها ومنع وقوع هذه المخالفة الدستورية بحسب تعبير البيان مطالبا المفاوضية العليا للانتخابات بعدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب ومخالف للأعلان الدستوري والاتفاق السياسي فما قانونية تمرير قانون الانتخابات في حال اعتماده من قبل مجلس النواب منفردا وما تأثير ذلك على خريطة الطريق بعد رفض مجلس الدولة وهل انتخابات ديسمبر ستجرى في موعدها في ظل الخلافات القائمة